بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قلابي وطالباتي أهلاً وسهلاً بكم في إثراءات الفصل الخامس لعلكم تتذكرون عند بداية دراستنا للفصل الخامس كنا متفقين بأن هناك أمراض متنحية وهناك أمراض سائدة استعرضنا هذه الأمراض بمزيد التفصيل عندما تحدثنا عن الأمراض المتنحية ظهر معنا أولى الأمراض وهو التليف الكيسي وذكرنا أن سبب هذا المرض هو تعطل الجين المسؤول عن إنتاج بروتين غشائي هذا المرض أو هذا التعطل في هذا الجين كان له أثر من خلال إفراز مخاط كثيف فشل هضمي وتنفسي لاحظنا أن هذا المخاط يفرز بشكل كبير داخل الرئتين لذلك هذا المريض كان يعاني لأبد أن يحصل على تنظيف بشكل دائم أو يحصل على أدوية تعمل على تخفيف إفراز هذا المخاط وذكرنا على مستوى العلاج بأنه لا شفاء منه إلا بإذن الله لكن هناك أساليب وطرق من الممكن التخفيف منها ومثل ما ذكرنا التنظيف اليومي للمخاط كذلك الأدوية التي تقلل إفراز هذه المادة أيضا هناك متممات إنزيم البنكرياس ومن الأمراض المتنحية التي ظهرت معنا ظهر معنا مرض المهاب وذكرنا بأن السبب في هذا المرض بأنه لا تنتج الجينات أو لا تنتج الجينات كميات كافية من صبغة الميلانين كلنا نعلم أن صبغة الميلانين هي المسؤولة عن لون الجلد داخل الأجساء ولكن هنا في المرضى الذين لديهم إشكالية أو مصابين بهذا المرض الوراثي هذا المرض المتنحي هذه الجينات غير قادرة على إفراز هذه الصبغة وعلى مستوى أثر هذا المرض لا يوجد لون في الجلد كنا نشاهد أو ما نسميهم بالبينوت شاهد الشعر الأبيض نشاهد العيون الوردية فلا يوجد لون في الجلد والعيون والشعر كذلك الجلد معرض لأتلف بسبب الأشعة الفوق بنفسجية أيضا هناك مشكلة في الرؤية وعلى مستوى العلاج والشفاء ذكرنا بأنه لا شفاء منه إلا بإذن الله ومن أهم الطرق التي من الممكن أن يتعايش معها المريض هي وقاية الجلد من الشمس والعوامل البية الأخرى أيضا من الممكن إعادة تأهيل الرؤية كذلك برز معنا مرض تايساكس هذا المرض المتنحي كان السبب فيه هو غياب الإنزيم الضروري لتحليل الأحماض الدهنية والأثر على مستوى هذا الغياب هو تراكم أجسام دهنية في الدماغ كان هناك إعاقة عقلية على مستوى الشفاء ذكرنا أنه لا شفاء منه إلا بإذن الله والوفاة تكون عند سن الخمس سنوات وعلنا ذكرنا أنها تحدث لدى الأطفال ولكن من الممكن أن تحدث لدى البالغين وأثرها يكون أقل ولكن الأطفال قد لا يتجاوز العمر خمس سنوات ست سنوات ثم يتعرض للوفاة أيضا من أبرز الطرق التشخيصية التي ممكن للأطباء يتعرفوا على هذا المرض مثل ما يبرز معنا هنا ونحن مشاهد العين هنا هذه البقعة التي تظهر في العين هي دلالة على وجود هذا المرض كذلك مرض جلاكتوسيميا هذا المرض متنحي أيضا والسبب فيه هو غياب جين ينتج الإنزيم المسؤول عن تحليل الجلكوز وعلى مستوى الأثر هو وجود إعاقة عقلية تضخم الكبد فشل كلوي ذكرنا أن هذا الأشخاص عاجزين عن شرب الحليب لاحتواء على الفركتوز وعفوا سكر الحليب عندما يهضم هذا سكر الحليب أو اللاكتوس يهضم إلى جينيكوز وإلى جلاكتوس لكن الجلاكتوس لا يمكن هضم هذا الجلاكتوس لذلك يكون هناك إعاقة عقلية يكون هناك تضخم في الكبد كذلك يحدث فشل كلوي لهؤلاء المرضى وعلى مستوى العلاج ذكرنا بأنه لا شفاء منه إلا بإذن الله كذلك من المهم لهؤلاء المرضى تناول الوجبات الخالية من اللاكتوس وبالتحديد عندما نذكر لماذا اللاكتوس لأن أحد مكوناته كسكر ثنائي هو السكر الأحادي الجلاكتوس ومثل ما ذكرنا أهم طريقة وأبرص طريقة للعلاج تجنب هذه الوجبات على مستوى الأمراض السائدة في الشقة الأول تعرفنا على أربع أمراض متناحية على مستوى الأمراض السائدة يبرز معنا مرض هنتيكتون هذا المرض كان السبب فيه اختلال في أحد الجينات ويؤثر في الوظيفة العصبية وعلى مستوى الأثر ذكرنا تدهور في الوظائف العصبية والعقلية ضعف في القدرة على الحركة وعلى مستوى العلاج لا يوجد شفاء ولا علاج إلا بإذن الله تعالى أيضا من ضمن الأمراض يتبرز معنا ولعل الصورة تعبر عن المرض أكثر من العنوان وعدم نمو الغضروف الذي سبب هذا التقزم لهؤلاء المرضى فهو اختلال في الجين الذي يؤثر في نمو العظام وعلى مستوى الأثر عندما نشاهد هؤلاء المرضى نشاهدهم بأذرع وسيقان قصيرة كذلك يبرز الرأس كبير لا يوجد شفاء ولا علاج إلا بإذن الله ومثل ما ذكرنا هذا المرض مختلف تماما على أمراض السابقة هذا المرض هؤلاء المرضى يعيشون بحالة طبيعية قد لا يتجاوز طولهم متر وثلاثين صانتي ولكن هذا المريض يستطيع أن يعيش بشكل طبيعي ثم تعرفنا سويا على مخطط السلالة ماذا نقصد بمخطط السلالة هنا في هذا الشكل ذكرنا بأن مخطط السلالة شكل يتتبع وراثة صفة معينة خلال عدة أجهر نحن نريد أن ندرس هذه العائلة ما هي احتمالية الأبناء الناتجين توريثهم هذه الأمراض توريثهم هذه الصفات لنفهم مخطط السلالة لابد أن نفهم هذه الرموز التي تبرز معنا هنا عندما يظهر معنا دائرة بلون فاتح أنثى طبيعية المربع هنا يعبر عن ذكر طبيعي عندما يكون هنا اللون فاتح ولكن عندما يكون هناك لون غامض سوف تعبر عن أنثى مريض وهنا ذكر مريض ولكن عندما نشاهد نصف هذه الدائرة مضلل والآخر غير مضلل وهنا هذا المربع نصفه مضلل والآخر غير مضلل ويعبر عن شخص حامل المرض فهنا أنثى حاملة للصفة وهنا أيضا ذكر حامل للصفة وعندما نذكر صفة في مخطط السلالة نحن لا نتتبع فقط الأمراض ولكن عندما نتتبع الصفات بشكل عام هنا هذا الخط عندما نعبر عنه هو يعبر عن جيل بمعنى هذا جيل هنا الجيل الأول هنا الجيل الثاني وهذه الأرقام اليونانية هي المستخدمة في عملية التركي وهنا ما يظهر معنا في هذا الشكل يعبر عن الأبناء هذا هو الشكل يعبر أن هؤلاء أبناء لهذه المرأة وهذا الرجل ومثل ما ذكرت لكم الأرقام بالإنجليزي هنا أو بالأرقام باليوناني تعبر عن عدد الأجيال أو مثل ما ذكرنا الجيل الأول الجيل الثاني بحسب مخطط السلالة الذي يظهر معنا انتقلنا بعد ذلك لنتعرف على الأنماط الوراثية المعقدة بطريقة أخرى اسميناها الوراثة اللامندلي الوراثة التي لا تنطبق عليها ما اسميناها بقوانين من دليل السيادة الغير تامة السيادة المشتركة الجينات المتعددة المتقابلة تفوق الجينات تبديل الكروموسوم الصفات المتعددة الجينات الصفات المرتبطة مع الجنس والمتأثرة بالجنس جميعها أنماط وراثية معقدة في أولى هذه الأمثلة برز معنا السيادة الغير تامة هو النمط الوراثي الذي يشكل فيه الطراز الشكلي غير المتماثل الجينات صفة وسطية ما بين طرازين الشكليين المتماثلين في الجينات الخاصة بالأبناء لعل من أبرز الأمثلة التي أبرزناها نبات شب الليل هنا نشاهد زهرة حمراء لقحناها مع زهرة بيضاء كان لدينا زهرة مختلفة أو لون جديد وسط ما بين اللونين هذه الزهرة التي ظهرت باللون الوردي هنا دلالة على السيادة الغير تامة لم يكن هناك جين يسود على جين لتظهر صفته مثل ما ظهر في نبات البازيلا كانت البذور الصفراء تسود على البذور الخضراء ولكن هنا نشاهد لم يكن هناك سيادة ظهور هذا اللون الوسطي نعبر عنها بالسيادة الغير تامة في السيادة المشتركة وظهور أثر كل الجينين عندما يكون الطراز الجيني صفة ما غير متماثل الجينات ذكرنا مرض الأنيميا ونحن نتبع هذا المرض ذكرنا بأن هذا المرض ينتج عنه كريات حمراء مثل ما يظهر هنا في الشكل على شكل هلالي هذه الأنيميا المنجلية ولكن عندما يكون هناك أشخاص يحملون جين مسؤول عن المرض وجين آخر يعبر عن جين متعافي لا يظهر هذا المرض سوف تظهر كريات حمراء طبيعية و كريات دم منجلية لذلك ظهرت كريات الدم الطبيعية و ظهرت كريات الدم المنجلية هنا تعبير عن السيادة المشتركة الفرق ما بين السيادة المشتركة و السيادة الغير تامة هناك اختفت الصفتين لم يظهر اللون الأحمر و لم يظهر اللون الأبيض اسمناها سيادة غير تامة لا يوجد لون ساد على لون أو صفة سادة على صفة ولكن هنا في السيادة المشتركة ظهرت كريات الدم الحمراء الطبيعية كذلك كريات الدم المنجرية لذلك نسميها سيادة مشتركة لم تختفي الصفات لم تظهر صفة جديدة ظهرت الصفة الأولى ظهرت الصفة الثانية تشاركوا عبرنا عنها بالسيادة المشتركة هنا في الجينات المتعددة المتقابلة هي عبارة عن الوراثة التي تحدد بأكثر من جينين إذن نحن تعلمنا في مندل عندما نعبов fini أن الوراثة المندلية أو الوراثة المعقدة و إنماطة الوراثة المعقدة هي الوراثة اللامندلية مندل كان يعبر عن الصفات بأن يكون صفة مسؤولة عنها جينين ولكن هنا هناك صفات يكون مسؤولة عنها أكثر من جين من أبرز الصفات من أبرز الأمثلة لهذه الصفات فصائل الدم في الإنسان لون الفرو في الأرانب جميعا تعبر عن الجينات المتعددة المتقابلة هنا أيضا عندما نتحدث عن ما نسميها بتفوق الجينات جين يتفوق على جين تتبعنا ذلك من خلال دراستنا لفرو الكلاب فوجود جين يخفي صفة جين آخر ومنعبر عنه بتفوق الجينات لعلنا كنا متفقين سويا خلال دراستنا لهذا الدرس بأن حرف A كابتل هو المسؤول عن الصبغة الغامقة هنا الكلب يظهر باللون الأسود ولكن الحرف B هنا B كابتل هو مسؤول عن درجة غمق هذه الصبغة ولكن ذكرنا بأنه عندما يكون هنا هذا الحرف A المسؤول عن الصبغة الغامقة يكون متنحي غير موجود هذا الجين ولو تواجد لن يؤثر في لون الصبغة لن يعطينا صبغة داكنة أو صبغة فاتحة لذلك ظهرت هذه الكلاب بهذا المنظر لم تتأثر بغمق هذه الصبغة ما الذي أخفى هذا الجين؟ ما الذي تفوق عليه؟ وجود هذا الجين هو الذي جعل هذا الجين يختفي لم يكن له أي أثر إذن هذا الجين كان مسؤول عن الصبغة وهذا الجين أو B كابتل كان مسؤول عن غمق هذه الصبغة ولكن هذا المسؤول عن غمق الصبغة لن يكون له أي دور إذ لم يتواجد هذا الجين فهذا الجين عندما يتواجد سوف يخفي عمل B كابتل تماماً وسوف تظهر هذه الكلاب بهذه الألوان الفاتحة في مسألة تبديل الكروموسوم ذكرنا بأن هناك كروموسومات جنسية X و كروموسومات جنسية Y ذكرنا بأن الأنت يكون فيها على مستوى الخلايا في جسم المخلوق بشكل عام جميعهم لملك 46 كروموسوم بتعبير آخر 23 كروموسوم جميع الأزواج 22 زوجة الأولى هي عبارة عن كروموسومات جسمية ولكن الزوجة الأخيرة الكروموسومات الأخيرة تعبر عن كروموسومات الجنسية ففي الذكرة تتواجد كروموسوم X و كروموسوم Y بينما في الأنثى تتواجد كروموسوم X أو شكلين من كروموسوم X هنا نريد أن نفرق في الكروموسومات الجنسية ما بين الكروموسوم الجنسي X و الكروموسوم الجنسي Y الكروموسوم الجنسي X على مستوى الحجم أكبر حجماً من الكروموسوم الجنسي Y على مستوى عدد الجينات مثل ما اتفقنا كون كروموسوم الجنسي X أكبر حجما بالتأكيد سوف يحمل صفات أكبر من كروموسوم Y وذكرنا أن كروموسوم Y يحمل الصفات الذكورية هو مسؤول على الصفات الذكورية كروموسوم X حتى الذي يتواجد عند الذكر لا نتخيل أن كروموسوم X وفقط للإناث حتى على مستوى الذكر هو المسؤول عن نمو هذا الذكر وقيامه بوظائفه فأغلب الصفات تتواجد على كروموسوم X وهنا مثل ما يذكر بتعديد على مستوى الجينات X ضروري للذكر والإناث بينما Y هو ضروري لظهور الصفات الوراثية الذكورية ثم تحدثنا بشكل عام على مستوى الكروموسوم X عندما تحدثنا عن تبديل الكروموسوم أو بتعبير آخر نستطيع عنها تعويض الجرعة إذ تذكرون كنا نذكر أن الإناث تملك نسختين من كروموسوم X لذلك هناك فارق كبير في امتلاك الجينات نحن متفقين في الشق الأول أن كروموسوم X يحمل العدد الأكبر من هذه الجينات ويكون فيه عدد قليل من هذه الجينات لكي نعمل موازنة ما بين الذكر وما بين الإناث سبحان الله في أثديات أحد الكروموسوم X في الإناث سوف يتعطل الأنثى سوف تعتمد على الكروموسوم واحد هذه العملية بهدف تعادل هذه الجينات ما بين الذكر وما بين الأنثى هذه العملية يسميها تبديل الكروموسوم أو نسميها بتعبير آخر أدق يسميها تعويض الجرعة هنا نشاهد هذه القطة أو قطة الكاليكاو تظهر بألوان مختلفة يظهر معنا اللون الأسود واللون الأصفر أو اللون البني لماذا ظهرت في هذا الجزء تحمل هذا اللون البني؟ لماذا ظهرت تحمل مثل ما ذكرنا اللون الأسود؟ ذكرنا بأن هناك كروموسومات تحمل اللون البني وهناك كروموسوم آخر يحمل اللون الأسود عندما تكون الخلية الجسمية في هذه المنطقة الكروموسوم النشط هو من يحمل الكروموسوم الأصفر سوف تعطينا اللون الأصفر وهنا في هذه المنطقة هذا الكروموسوم إذا كان الكروموسوم الموجود في هذه المنطقة هو الذي يحمل اللون الأسود سوف يظهر اللون الأسود لماذا؟ لأن الكروموسوم المتعطل الكروموسوم الغير نشط تحول إلى ما أسميناها بأجسام بار هذا اللون الأسود يعبر عن أجسام بار هذا الكروموسوم غير نشط فظهور اللون البني يدل على أن الكروموسوم الموجود هنا النشط هو الذي يحمل اللون البني ووجود اللون الأسود هنا يدل على أن الكروموسوم النشط في هذه المنطقة هو من يحمل كروموسوم اللون الأسود ولا يعني أن اللون الأسود هنا سائد أو اللبني متنحي وبالعكس المسألة مسألة هي كروموسوم نشيط و كروموسوم متعطل فتسمى كروموسومات إكس التي توقفت عن العمل في الخلايا الجسمية المثوية بإجسام بار نسبة للعالم موري بار ثم تعرفنا على الصفات المرتبطة بالجنس و الصفات المرتبطة أو المتأثرة بالجنس و ذكرنا بأن الصفات المرتبطة بالجنس هي الصفات التي تتحكم فيها جينات توجد على كروموسوم الجنسي إكس إذن كروموسوم ي لا يحمل هذه الصفات هذه الصفات أين تحمل؟ تحمل على كروموسوم الجنسي إكس يسميها مرتبطة بالجنس مثل ماذا؟ عمل لونين الأحمر والأخضر نسفة دم الهيموفيلية كلها صفات مرتبطة بالجنس و على مستوى الصفات المتأثرة بالجنس هي الصفات التي تحمل جيناتها على الكروموسومات الجسمية إذن لا تحمل على الكروموسومات الجنسية هي تحمل على الكروموسومات الجسمية ولكنها تتأثر بالجنس مثل صفة الصلع صفة الصلع لا تظهر في الكروموسومات الجنسية لدى الذكر والأنثى يتظهر أو تتواجد في الصفة عفوا في الكروموسومات الجسمية ولكن هذه الصفة متأثرة بالجنس جنس الذكر يختلف عن جنس الأنثى لذلك نشاهد هذا الصلع سائد في الذكور ومتنحي في الإناث سبحان الله و على مستوى الصفات المتعددة للجينات ذكرنا بأنها صفات شكلية تنتج عن التفاعل بين العديد من زواج الجينات مثل لون الجل طول القامة لون العيون نمط بصمة الأصابع أظهرنا هذه الصورة إذ تتذكرون و نحن نتكلم هنا على مستوى لون الجل يتحكم فيها ستة جينات هنا A capital A small B capital B small C capital C small كل واحد منهم عبارة عن جين إذن هنا ستة جينات كلما كان هناك أحرف كبيرة كانت الصبغة غامقة هنا على مستوى هذا عندما يكون عندي A capital B capital B capital C capital C capital هنا تعبر عن الزنوجة و اللون الأسود و هنا عندما نتحدث عن A small A small B small B small C small C small يتعبر عن البينة أو الأشخاص الذين لا تتواجد عنهم صبغة الميلانين و هنا مثل ما ذكرنا كلما كان هناك أحرف كبيرة كانت الصبغة داكنة و كلما تواجدت الأحرف الصغيرة أعطت فرصة لوجود أو لون أفتح من هذه الصبغة و هنا ملخص الكلام بأن هذه الصفة أو أحد الصفات التي يتحكم فيها أكثر من جين و هنا مثل ما ذكرنا يتحكم فيها ست جينات المخطط الكروموسومي هو رسم دقيق تترتف في الكروموسومات المتشابهة المصبوغة في صورة أزواج قصيرة لعلنا اتفقنا سويا أن هذا المخطط الكروموسومي يتم التقاط هذه الصور متى؟ في مرحلة الطورة الاستواي الكروموسومات تكون متكاثفة تكون واضحة في الصورة الأولى هنا في المخطط هذا يظهر معنى مخطط كروموسومي لونتا هنا و نحن نتبع هنا الكروموسوم الأولى الثاني الثاني حتى الزوجة 22 هذه كروموسومات جسمية الزوج رقم 23 هو كروموسوم جنسي طيب يجينا تساول لماذا ترتبت بهذه الأرقام؟ ما هي الآلية؟ بحسب الحجم إذن هذا الأول أكبر من الثاني الثاني أكبر من الثالث رقم سبعة أكبر من ثمانية رقم تسعة أكبر من عشرة إذن ترتبها هنا بحسب كبر حجم هذا الكروموسوم ولكن على مستوى الكروموسوم الجنسي نشاهد الأمثة لديها نسختين من كروموسوم X وهنا الذكر بنفس الفكرة بنفس الآلية ولكن هو الذكر يحتوي كروموسوم X و كروموسوم Y في مستوى أو في زوج ألا للكروموسومات الجنسية أو الزوج رقم 23 أيضا تعرفنا على القطع الطرفية التليوميرات هذه التي تظهر معنا في نهاية الكروموسوم ذكرنا أنها عبارة عن أغطية واقية للأطراف أو لأطراف الكروموسومات تتكون من الديني و المرتبطة مع البروتينات وتبرز أهمية هذه التليوميرات سبحان الله في حماية تركيب الكروموسوم فلها دور أيضا ذكر العلماء بأن لها دور في الشيخوخة و مرض السرطان كلما كبر الإنسان سوف نشاهد هذا التليوميرات سوف نشاهد هذه القطع الطرفية يصغر حجمها هنا عندما تحدثنا عن عدم انفصال هذه الكروموسومات و ذكرنا أنه من الممكن عدم الانفصال يحدث في المرحلة الأولى من انقسام المنصف هناك نقص في هذه الكروموسومات في هذه الخلية بينما هذه الخلية حصلت على كروموسوم زايد لذلك سوف نشاهد أن الناتج النهائي لهذه الخلايا الأربعة سوف يتأثر لماذا؟ لأن الخلل حدث في المرحلة الأولى من الانقسام المنصف كيف حدث الخلل في هذه الأربع خلايا؟ سوف نشاهد الخليتين هذه سوف يكون لها نقص في مجموعة الكروموسوم فهنا نلاحظ أنها هي خلية ثنية الكروموسوم 2N ولكن ناقص واحد يعني كان هناك كروموسوم ناقص في هذه الخلية وهنا في هذه المجموعة لم تحمل كروموسومين شاهدنا تحمل ثلاثة لذلك نذكر أنها ثنائية كروموسوم ولكن زائد واحد يعني هناك كروموسوم زائد في هذه المجموعة إذن عندما يحدث خطأ وعدم انفصال في المرحلة الأولى جميع الخلايا الأربعة الناتجة في الناتجة النهاية سوف تتأثر على عكس الأمر عندما يكون عدم الانفصال في المرحلة الثانية نشاهد هنا الصورة الثانية في المرحلة الأولى كان الانكسام بشكل طبيعي لذلك سوف نشاهد الخلل يحدث في الخلية التي حدث فيها خلل في الانكسام الثاني إذن هنا في الصورة الثانية في المرحلة الأولى كان الانكسام بشكل صحيح ولكن هنا في المرحلة الثانية في الجزء الأول من هذه الصورة شاهدنا عدم انفصال في المرحلة الثانية لذلك هذه الخلية كان فيها زيادة في المجموعة الكروموسومية وهذه الخلية كان فيها نقص في المجموعة الكروموسومية بينما هذه الخلية حتى في المرحلة الثانية كانت تنقسم بشكل طبيعي لذلك هذه الخلايا كانت طبيعية ثنائية المجموعة الكروموسومية وأبرزنا أهم الأمراض الناتج عن عدم انفصال الكروموسومات الجسمية مثل متلازمة داون وهي متلازمة تنتج عن إضافة كروموسوم إلى زوج الكروموسوم رقم 21 نشاهد الزوج رقم 21 في آخر الصورة أو عبارة عن ثلاثة أزواج بعكس باقي هذه الكروموسومات وعلى مستوى الانفصال في الكروموسومات الجنسية مثل ما أكدنا وتعلمنا سويا بأن الأنثى الطبيعية نعبر عنها بـ XX وهنا عندما يظهر لدينا X و OO تعني بمعنى أنه لا يوجد إلا كروموسوم واحد من X إذن هناك نقص في كروموسوم X هذه الأنثى مصابة بمتلازمة تيرنا ولكن عندما يكون هناك زيادة في الكروموسومات الجنسية هذه الأنثى تملك ثلاث كروموسومات تقريبا هذه الأنثى سوف تعيش بشكل طبيعي ولكن على مستوى الذكور XY هو ذكر طبيعي XXY هنا ذكر يمتلك نسخة أخرى من كروموسوم X هذا الذكر مصاب بمتلازمة تقريبا في الانتر هذه المتلازمة عبارة عن زيادة في كروموسومات X ولكن عندما يكون هناك زيادة في نسخة Y ذكرنا أن كروموسوم Y هو مسؤول عن صفات الذكورية لذلك لن يكون هناك تأثر ولكن هنا نلاحظ OY هنا يسبب الوفاة بشكل مباشر لماذا O ذكرنا أنه لا يوجد كروموسوم فقط يمتلك O وهنا عندما لم يمتلك كروموسوم X جميع الصفات المسؤولة عن النمو عن صفات الذكر بشكل عام هي تتواجد على كروموسوم X نحن متفقين أن كروموسوم Y مسؤول عن صفات الذكورية فقط لذلك هذا الذكر سوف يموت مباشرة بهذا الجدول نكون انتهينا من إثراءات الفصل الخامس وجاي لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اشتركوا في القناة